جديدة بعنوان السفلس ديزيز اللي هو المرض الزهري يصيب المناطق التناسلية للإنسان. السفلس كتعريف إلى السفلس مهم طبعا ومطلوب بنعتكم. ممكن نجيك بالامتحان. is a venereal disease in human transmitted by sexual contact caused by bacteria trypanema pallidum which seen microscopically as spiral organism varying in length from 6 to 15 microns and consists of 8 to 24 coles. إذن التعريف السفلس عبارة عن مرض التناسلي يصيب الإنسان ينتقل طريقة الانتقال مالت transmitted by sexual contact راح يكون عن طريق الاتصال الجنسي بين شخص مصاب وشخص سليم. زين. اشني اللي مسبب لهذا المرض بكتيريا. اش اسم البكتيريا طبعا هي بكتيريا trypanema pallidum. هاي نوع من نوع البكتيريا. زين. which seen microscopy. طبعا راح نشوفها تحت المجهر كبشكل لولبي. بشكل spiral لولبي. تمام. هذا شكل spiral لولبي. زين. راح تكون طولها يختلف من 6 الى 15 مايكرون. و راح تكون مكونة من ثمانية الى 24 كويلز. اللي هي لفات. تمام. زين. التريpanema pallidum هاي البكتيريا طبعا ما راح نقدر نميها خارج جسم الانسان. اه. لهذا تحتاج انه شخصها عن طريق استخدام الفحوصات المناعية السيرولوجية. زين. اه. العين اللي نحتاجها نحتاج عينة اما سيرم. اما سيرم. او. اما سيرم. او. اما سيرم. او. او سيرم. او سيرم. السيرم اللي هو سائل النخاع الشوكي. تمام. زين. الانفكشن ويث تريpanema pallidum بهاي البكتيريا راح ايش يسبب انه. كوز the production of three types of antibody. هذا كلش مهم. وكل سنة يجيب السؤال بالامتحان. list or numerate the types of antibody that. ايش. present against trepanema pallidum. اذا اذكر لي انواع الانتيبودي اللي راح تظهر ضد ال ايش ال trepanema pallidum. او. يجيب سؤال الله يقولك. which of the following antibodies are specific for trepanema pallidum. اي من الانواع الثلاثة اللي. الانتيبودي اللي راح انطيك اياها بشكل نقاط. هي specific متخصصة ضد ال ايش الاصابة ببكتيريا trepanema pallidum. نحن نشوف. حسن. اذن عندنا ذكرنا ثلاث انواع. نحن الانوع الانتيبودي الانتيبودي الانتيبودي. الانتيبودي الانتيبودي الذي هذا نوع للانتيبودي هو نانسمي انتيبودي. اذان الانتيبودي هو الانتيبودي الانتيبودي هذا غير متخصص فقط اللي صغير بالتريpanema pallidum. ممكن اش قيل لك ممكن اشكل لك. Produced in trepanema pallidum infection and other variety condition. وظروف اخرى متعددة غير هذا المرض وظروف الهيالثي بيبول حتى يظهر بالهيالثي بيبول الناس على صحة هذا يؤدي إلى نتيجة مجابة كاذبة في الفحص السريع نطينا نتيجة ومجابة كاذبة في الفحص السريع ما اسم الفحص الذي نستخدمه في تشخيص الانتليبويد الانتيبودي لدينا فحص نسمى فحص نوعي من الفحصات اقول لك سؤال بالامتحان الانتليبويد الانتيبودي سوف تذكر لي فحص ال VDRL تكتب لي المحتصر مع الاسم الكامل ال VDRL test اللي هو Venereal Disease Research Laboratory Test سأجيب لك سؤال بالامتحان اقول لك The Venereal Disease Research Laboratory Test سيستخدم لك لتحيط من سالمونيلا بروسيلا تريبونيما أو شاقيلا ما تشخص به؟ فانت تجاب على قدر فهمك للسؤال او ما نسمى بالفلوكوليشن تست؟ ممكن نجيب لك الفلوكوليشن تست او VDRL تست النوع الثاني من الانواع الفحوصات اللي نستخدمها في تشخيص التليبويد الانتيبودي هو Complement Fixation Test تفاعلات التثبيت بالمتمم اذا هذا النوع الاول اللي هو التليبويد الانتيبودي هو نجيب على النوع الثاني اللي هو التريبونيما الانتيبودي طبعا هذا ايضا يكون ايش نانسبيسيفيك نانسبيسيفيك يعني ما كلش دقيق تمام الانتيتريبونيوال انتيبودي ليش نانسبيسيفيك يقول لك present in low titer in normal serum يعني لانه اساسا موجود عند الاشخاص الاصحاء بس ولكن بيش تراكيز قليلا مثلا هذا ممكن يطينا نتيجة false ايش positive result الممكن يطينا نتيجة موجبة كاذبة لهذا يكون غير ايش غير متخصص but increase much higher titer during infection with terpenema بايدام ولكن يرتفع التركيزه تراك يعني كلش عالي تكون خلال الاصابة for detect this antibody we used احنا راح نستخدم ايضا نوعين من الفعوصات وهي جدا مهمة اللي هي الفحص الاول نسمي بال writer protein complement fixation test writer protein complement fixation test النوع الثاني نسمي مختصرا ال RPR RPR Carbon Test هذا كلش مهم تنتبهون عليه RPR Carbon Test rapid plasma rapid رأيت السجلوه اذا ما موجود عدكم بالمحاضرات RPR Carbon Test rapid plasma reagents carbon rapid plasma reagents جدا تنزل تنزل نوعين حتى نشخص التريبونيما الانتيبودي و الانتيبودي الانتيبودي و ايضا الانتيبودي الانتيبودي جداً مهمة جداً مهمة جداً مهمة كرر جداً مهمة ثلاث طرق ثلاث طرق نعمل الفحوصات عند فحص الاول طبعاً مرة احتماله اجيب لك المختصر واقل لك اشني اش يعني تمام او اجيب لك العكس النوع الاول حتى نشخص ثلاث طرق عندنا حتى نشخص ال specific antibody للتا لي ابتدا في بعض التريبونيما بالاتيبودي هي لاتي تريبونيما بالانتيبودي الت Nachtيبادي فعدنا تريبونيما بالاتيبودي فعدنا تريبونيما بالاتيبودي Invulabilization هيمو اغلوتينيشن تيست اللي نسميه بالتي بي ايج اي هاي الثلاث طرق حتنشخص الانتي تريبونيمال انتي بادي بالسيرم نجع على فحص ال VDRL تيست طبعا هذا اللي نستخدمه حتنشخص وجود الانتي لبويديا الانتي بادي زين هنا البرنسبل مبدأ مهم مطلوب معتكم اشنه هو البرنسبل يقول لك انه انالكوهوليك اكستراكت فور بوفين هيرت مصل اللي هو الكارديوليبين طبعا هذا النسيج موجود فيه يوخذ من عضلة قلب البقرة التي يكون مصابة بالبكتيريا زين ونستخدم ايضا الكوليسترول والليسيثين الكوليسترول والليسيثين هاي مواد كيميائية تستخدم كعامل مساعد حتى تظهرنا التفاعل فقط لاظهار التفاعل الكارديوليبين انتي جين يعتبر زائد لنسبيسيفيك انتي بادي موجود وين بصيره بالشخص المصاب ايش راح يساوينه يساوينه بالفلوكليشن تمام هذا الفلوكليشن انزف العفو انفيزيبل اجيجيث باي the eye اذا لانه راح يكون عبارة عن تجمع ولكن غير مرئي بواسطة العين فاش نستخدم؟ نستخدم الكوليسترول ذين أدث الكوليسترول إنيرت بارتكال عند لسيثين ليش؟ لأن حتى يحاولنا to make the reaction very clear like latic reforming. يعني حتى يحاولنا من الأغريقات إلى الأغلوتينيشن حتى من invisible عفوه يكون من invisible aggregates يحاولنا إلى إيش؟ visible إلا تجمعات تكون بشكل واضح. إذا أجيب لك سؤال بالامتحان what is the... يعني سؤال بالامتحان أقول لك كوليسترول and lecithine are used for... إيش؟ فر شنو نستخدمها؟ للايش نستخدمها؟ أو what's the reason? give me the reason for use the كوليسترول and lecithine in VDRL test. تكتبه to make to make reaction very clear like latic format. أو تكتب لي to convert to convert the... إيش؟ the test from invisible aggregates to visible aggregate. يعني تحاولنا التفاعل من تفاعل غير مرئي تجمع غير مرئي إلى تجمع مرئي. كسين. نأتي عن Procedure for VDRL test. طبعا حال حال أي فحص من فحصات الغلوتينيشن. راح نستخدم شنو هنا فقط الفرق. أنه قبل ما نبدأ بال بالكواليسترول والفحص النوعي. راح نسوي نسوي تسخين للعينة. ليش نسوي تسخين للعينة؟ حتى نتخلص من الكومبليمنت اكتيفتي. نتخلص من الكومبليمنت اكتيفتي حتى لا يداخل معنا بالشغل. بعد الهيتينج راح نضيف خمسة مايكروليتر أو 0.05 ميل of heated serum test and negative control serum into ring of the paraffin ranked class سلايد. أنا راح نضيف بزيت ال paraffin. نسوي بشكل حلقة. حتى نضمن انه القطرة السيرم والانتجين ما راح تطلع خارج الحلقة. بعدها نضيف add to each serum sample one drop of antigen emulation. وبعدها rotate the slide for four minutes by mechanical rotator adjust to 180 rotation per minute. إذا 180 دورة لكل دقيقة لمدة أربعة دقائق. بعد الأربعة دقائق. نقطة الرابعة عندك. The test should be read microscopically immediately after rotation. Use low power. نستخدم القوة 10. ما راح نلاحظ. راح نلاحظ. راح نلاحظ. The antigen particles appear as short rods. راح تظهر بشكل عصى قصيرة. and aggregates of these particles into large or small clumps. Give them measure of reactivity. بعد ما نشوف هاي الشورت روتز. راح نقرر. نشوف عدد التجمعات اللي موجودة. إذا كانت. no clumps. ماكو اي تجمعات. اش راح نكتب. no non reaction. نكتب in non reaction. زين. وال small clumps. اكو تجمعات ولكن صغيرة. اش نكتب weak reaction. w weak reaction. وإذا كانت large clumps. طبعا راح يكون عددنا reaction. كلش قوي. فنكتب R. زين. ممكن يظهر عدنا البروزون في نومينا. ظاهرة البروزون. اي تركيز الانتبادي. يعلى من تركيز الانتجين. by maybe occur also all in. اللي هو non clump. or w اللي هو weak reaction. راح نعملات تيترation. sample must be retested qualitative. العفو quantitatively. يعني بشكل كمي. نجي على الفحص الكمي. اش نحتاج. نحتاج الى serial dilution. سلسلة التخافيف اللي هي واحد الى عشرين. واحد الى اربعين. واحد الى ثمانين. واحد الى مئة ستين. وتلاتة مئة عشرين. وستمية اربعين. وبعد نضيف الكل تيتر. الكل تيوب طبعا تيتر. اش راح نضيف له. نضيف له. قطرة من الانتجين. اللي موجود عندنا. ولاحظوا التفاعل تحت المجهر ايضا. اذا ماكو تفاعل وضعيف. نكتب نانرياكتف. اذا weak نكتب W. اذا reactive نكتب R. هذا بالنسبة VRDL test. نجعل trypanema pallidum hemagglutination test. اللي هو TPHA. اللي هو من الفحوصات اللي تكون specific for detect the presence of trypanema pallidum specific antibody. زين. it's a seriological test for detection antibodies in the patient serum or cerebral spinal fluid against trypanema pallidum. هنا شنو الفرق. راح ايش يصير عندنا. نتبو عليه طلاب. بهذا الفحص راح نستخدم كرات الدم الحمرة. اللي هو turcs RBCs. high turcs RBCs. coated with pathogenic species. اللي هو trypanema pallidum. راح نحيطها بالبكترية على السطح الخارجي. isolated from rapid test. من استخلصها طبعا البكترية من خصية الارانب. تمام. ونرجع نشتغل qualitative test. الى هنا انت ان شاء الله محاضرتنا نشوفكم في محاضرات قادمة. التحصيصيners اشتركوا في القناة